مواضيع كثيرة تروحت في هذا الاجتماع موقف مهم جداً أن أعرب الجميع عن السنكار وعما يحصل في مخيم اليارموك ودعمه الكامل فخامة الرئيس والأخونا أبو مازيون القيادة الفلسطينية اتجاه الدموماسية الفلسطينية التي يتبعها من أجل اكتساب حقوقنا الفلسطينية وأيضاً تم توسيط ضبط الوضع الأمني أكثر هو أشاد بأن هناك تطور وتقدم في الوضع الأمني ولكن هناك بعض المسائل يجب علاجها تم نقاش بعض المسائل تتعلق بالصحة والسلامة في هذه المحافظة وتم تشكيل لجان لمواجهة هذه المسائل وأهمها وادي الزمر حيث هناك الكثير من الأقاويل والأحاديث حولها هناك منقرها صحية تم تشكيل لجنة صحية خاصة لهذا الموضوع ولا مواضيع أخرى مثل بعض الآفات التي تبرز في المجال الصحي تم نقاش تقريباً كافة المسائل التتعلق في الصلوح وإصلاح ذات البين في هذه المحافظة والسلم الأهلي وهناك تقدم جيد أيضاً التنسيق ما بين المؤسسات الرسمية باتجاه الفعاليات والنشاطات والقيام بالواجب باتجاه هذه الفعاليات مع التقنين والتقليل وأعطاء الفعالية حقها ليس أكثر تم نقاش كافة المسائل الأخرى مثل دائرة السير ومثل المشاكل التعلق في بعض البلديات التعلق في مشاريع مثل في الشعروي هناك مشاكل في الطرق تم نقاش ببحث موضوع الأعزب ومخيم طول قرم ومخيم نور الشمس والمشاكل التي يعاني منها خاصة في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية هناك توجه جيد من المجلس التنفيذي لكي يقوم بالتوصيات التي تم الخروج منها هناك الكثير من المسائل الأخرى إن شاء الله سيكون هناك خبر إعلامي حول هذا الموضوع 100%